كرام وأهلا بكم في مستهل حلقة شديدة من برنامج الموريتانية من الداخل نقدمها لكم من مدينة كيفا عاصمة ولاية العصابة نستهل حلقتنا هذه بمناظر من هذه الولايات الجميلة نتابع من ثم نعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى أهلا بكم من جديد تستعد المدارس في مدينة كيفا لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد وذلك بإطلاق جملة من الفعاليات تشمل حملات لتنظيف المدارس وغرش لإصلاح الكراسي الدراسية نتابع موسيقى موسيقى عبر مجموعة من الانشطة استهلتها السلطات بإطلاق حملات لتنظيف المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية شملت عمليات إزاحة للأعشاب بعد صرف مياه الأمطار عمليات التحضير للعام الدراسي الجديد عرفت أيضا ترميم وتهيئة الفصول الدراسية مع التأكد من توفر جميع المستلزمات من كراس وكتب وصبرات وغيرها من أدوات تستخدم في التدريس كما عمدت الإدارة الجاوية للتربية وإصلاح نظام التعليم إلى إعداد ورشة بالتعاون مع مدرسة التكوين المهني بكيفا خاصة بتركيب وإعداد الكراسي الدراسية لتغطية النقص الحاصل في المؤسسات التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي هذه الورش والفعاليات تأتي ضمانا لأداء أمذل وتنظيم عام دراسي يلبي كل التطلعات حيث توجد في مقاطعة كيفا 156 مدرسة مع التركيز على التعليم الابتدائي حيث المدرسة الجمهورية التي تعد قائد قاطرة إصلاح نظام التعليم وذلك بحصر الفصول الأول والثاني والثالث في التعليم العمومي مع توحيد الزي المدرسي وخلق نساق تعليمي يتماشى مع الإصلاح المنشود يغطي احتياجات ساكنة مقاطعة كيفا كما الحال في باقي مقاطعات ولاية العصابة التي تضم 473 مدرسة بينها 134 مكتملة تستقبل 7334 مدرسة بينهم 39450 بنتا ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ولاية البراكنا يتوجه المزارعون في قرى بلدية دار النعيم بمقاطعة بوك هذه الأيام إلى المزارع بهدف المشاركة في زراعة المطرية المزارعون يبذرون أصنافا مختلفة من الحبوب وبعض الخضروات خصوصا ما يعتمد عليه في الزراعة التقليدية نتابع في كل موسم خريف تشهد هذه المساحات الزراعية الواقعة ضواحي بلدية دار العافية نشاطا مكثفا للمزارعين بالتزامن مع التهاطلات المطرية التي شهدت المنطقة خلال الأسابيع الماضية نحو أربعمائة شخص يمارسون الزراعة المطرية في هذا المشروع الذي تنتج حقوله كل عام كميات معتبرة من الحبوب والمزروعات التقليدية هذه تعاونية فيها قريب من أربعمائة هذه الماء زايدة ما ينقص فيها الأساب فيها الأساب الضعاف وغطعا أن الناس تبغي الحرية المرحلة فيها هنا جبار والقشي زلنا نبضو الزراعة المطرية في هذه البلدية الزراعية تشكل دعامة رئيسة للاقتصاد الريفي كما تعتبر إحدى ركائز النشاط الفلاحي في هذه المناطق التي تعتمد طوال فصول السنة على مياه الأمطار من جهة وارتفاع منسوب النهر من جهة أخرى في ظل تحديات بيئية ما زالت تعيق النشاط الزراعي هنا بمختلف أصنافه فم تحدي بيئي زالت تابع لتغيرات المناخية كيف تعرفه الخريف لا يحكم فيه شيء أما عادي تقعص حتى لأننا فهمت توقعات أنه بالنسبة لهذه السنة اللي هيجي عجلان يا غير عقب ذاك ماخلي أنا غيريك ذا هو لأنه تعريبا الشرف بداية الخريف والناس هي اللامكين لأنها سنتات تحلف يغير بعض الأباس اللي أشبه من اللي وسنينين كيف قلت من ذلك سنوات العجاب وراجعين عن هذه السنة عنها تقود تقود أشبه البلدية على مستواها مشرعة مشرعة فريارات في بلدات معينة شيء فذلين نقول لو نحن ذراع دياري وشيء في شمام لأجري يحصل بها ردع له للحيوان وهي يجعل أنه لا يسيبوه حيوانه أي ما كان ويتطلع المزارعون في هذه الناحية من ولاية البراكنا إلى بطول المزيد من الأمطار خلال الأيام القادمة حتى يتمكنوا من مضاعفة الإنتاج وتنويع المحصول الزراعي هذه السنة عبدالدودو السدنة لبرنامج الموريتانية من الداخل من بلدية دار العافية ومن ولاية البراكنا ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ولاية ترازا احتضنت قرية بلال ندوة ثقافية لصالوني الولي محمدا وللمحمود الثقافية الندوة تناولت في محورها الأول أهمية المحافظة على البيئة بينما ركزت في محورها الثاني على تأبين عميد الأسرة التربوية في ولاية ترازا الداه والعليوة رحمه الله تعالى صالون الولي محمد المحمود الذي احتضنت قرية تنبرل لأول مرة نسخته الجديدة خص محوره الأول لمواكبة يوم تابيني للأستاذ الداه اللعليوة رحمه الله عميد الأسرة التربوية في ولاية ترازا وأحد أبرز وجهاء القرية وأقدم المدرسين الأكفاء من الرعي الأول أنتازي الفرصة أولا أني أنذكر الحمد لله ميزات هذا المرحوم والدنا الداه اللي عليه والله يرحمه والجهد الكبير اللي قام به في هذه المنطقة وفي موريتاني عامة من أجل تربية الأجهال من أجل تثقيف وتوجيه وطر هذه الولاية الذهية وهذه المنطقة لجميع مقاطعة كرمسين وولاية ترازا كان أكبر استفادت من توجيهاته ومن نصحه ومن تربيته وراجعين إن شاء الله أن الله تبارك وتعالى إن شاء الله أن يرحمه وأن يبارك له في هذا الخلف إن شاء الله وأن كاملين نتجه على نفس المنهال ونفس النهج اللي كان قايم به وباسم أسرة الأستاذ الراحل تحدث نجل المرحوم عن السياق العامي لهذه التظاهرة هذه التعبين مع الدين هو أهل مبلل الشباب مبلل ومجموعة مبلل مع الدل لهذا الراجل اللي نعتبروها رمز من رموز الولاية ورمز من رموز الوطن ونبقوها تعود سنة حسنة تعدل لهاي رجالنا كاملة لأن الموت مصير وإن شاء الله رجالنا كاملة تعود تجبر التعبين وتجبر هاي التذكار اللي نعتش من حياتهم اللي ما سمعهم ما زالوا حيين ونعرف أن قدل عدلنا من الشمال قدل نخلصه لهذا الراجل اللي معروف عنه ورب الأجيال ومنصح وكان دائما حاضر عند الأمور اللي الله يحضر عند الرجال المحور الثاني من الصالون تناول موضوع البيئة وضورة المحافظة عليها في محاضرة قدمها المدير العام المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروسو محمد دنور محمدي وعقب عليها أساتذة وأكاديميون من أهل الاختصاص أنا اللي نعلق أساسا في اللذي المحاضرة من ناحية التربية البيئية اللي مستشار وزير التهديب الوطني مكلف شيئا ما بذي الملف ولي نركز فيه وقطع لأن مفاهيم التربية البيئية كيف تعرفه ثم القراءة ثم كامل القراءة في السنوات الماضية ما كان طلاح رظهور كبير بالمناهج التربية الموريتانية وبالتالي اللي هامنا نعدل للتربية وهامنا نعدل من واكبة للتقيرات المناخية والبيئة بصفة عامة لا يقدر صح يكون العاد ماشي مع النشأ لنعود مقرر في المدارس الابتدائية وعلى جميع المستويات ليعود اللي لا لا مستوى شمال البحوث على المستوى التعليم العالي ليعود اللي لا نظري وبالتالي فمتجاه كبير ماشي لأن المناهج يعود داخل فيها ذيك المفاهيم التربية البيئية هذه الجلسة وشفعة مداخلات قيمة تطرق خلالها الحاضرون بشيء من التفصيل للمحورين الذين دار حولهم النقاش في نسخة بلال من صالون الولي محمد المحمود اختار بابو الأحمد لبرنامج الموريتاني من الداخل قرية بلال ومن ولاية ترارز ننتقل وإياكم إلى ولاية قرغل تميزت النسخة الثانية عشر من مهرجان التيتان الثقافي والتنويم بتنظيم بعاليات مختلفة للتعريف بخصوصية وتراث المنطقة كما شملت هذه النسخة سباقا للمواشي وعروضا ثقافية مختلفة كانت النسخة الثانية عشر من مهرجان التيتان بولاية قرغل حافلة بالانشطة والفعاليات المتنوعة التي عكست جوانب متعددة من تراث وعادات هذه المنطقة التي تتميز بثراء وتنوع ثقافاتها المحلية عرض للازياء ولواني تقليدية في حلته القديمة يعكس تمسك سكان هنا بإحياء تراث ولفت الانتباه إليه من خلال إظهاره للأجال وتعريفهم بمضامنه وخصوصياته من أنشطة هذه الأمسية هنا أمسية ثقافية تجسد التراز والمروز تجسد أيضا العادات والتقاليد رأينا فيها أرض أزياء للنساء ورأينا فيها أرض العواني التقليدية أيضا ورأينا فيها أيضا الخيول هناك سباق الخيول وهناك أرض سباق الخيول وهناك أيضا أرض أزياء لنساء وهناك عواني تقليدية مثل هذه العواني التي نشاهدها عمامنا دائما في مثل هذه المناسبات في مثل هذه المهرجانات دائما تتم أرود لتجزيد ثقافتنا وموروثنا التراث وعاداتنا وتقاليدنا كما كانت العروض المسرحية حاضرة في برنامج أماسي المهرجان حيث عالجت فرقة القرية العديد من المواضيع كالتوجه إلى الزراعة والحفاظ على الوسط البيئي وأهداف المدرسة الجمهورية إضافة إلى مخاطر التسرب المدرسي والمخادرات محمد علي سالك لبرنامج الموريتانية من الداخل قرية تيتان ومن ولاية جورجول ننتقل وإياكم مشاهدنا الكرام إلى ولاية جديماغا لا يزال قطاع الصناعة التقليدية والحرفي يستقبل العديد من اليد العاملة وذلك نظرا للإقبال الملاحظ على هذا القطاع من طرف الباحثين عن أياد مهرة تقدم لهم هذا المنتوجة التقليدية بكل حرفية ما هذه الآليات والأدوات المصنوعة بيد وطنية ماهرة وعقل متنور مبدع إلا صورة مصغرة عن إسهام فاطمة بنت عبد المالك في تثمين وترقية الصناعات التقليدية على مستوى مدينة سيدي بابي فإنية الدرس نقبلهم نعدل منهم هذه كل وضعك نعدل له حال منهم نقبل الشراء وطلوانهم نعدل منهم حياظ الكرو إن شاء الله نعدلهم ونبيعهم إن شاء الله مستفادة منهم إن شاء الله مرضو ديتو فتبارك الله وأنا مولي الحمد لله مني متخلي عنه زين عندي تراثي زين عندي تؤكد المرأة المهتمة بشكل كبير بالصناعات التقليدية وترقيتها على الدول الإقصادي لهذه الأدوات وإسهامها في حظ وتسويق التراث المحلي طالبة من الإعليات كاملة إنهم يرجعونه وإنهم يتخلون عن تراثهم تمو عدلوبي من المهمة في البلادات كاملة حد يبقي يشوف هميتي عند هذه الناس أمريكا كفية توسراوهم من عندنا وبتنشفنا فيهم وخليج مجتناهم المشاوهم الجمال هنا ومشاو بهم شعوب ويا الله الناس كاملة تعود مهمة عند تراثهم يتخلي عنهم وأنا بعدها المسولفات كاملة طالبة منهم يتمو جوني نعلمهم هذا الصناع التقليديو ونعلمهم الكروو وتموا يستفادوا منها وتموا مليا خالهم التلفونات وخالهم شيء معلوم فيه لا تزال الصناعة التقريدية الوطنية تلقى رواجا كبيرا في مختلف الأسواق المحلية والخارجية ما يعزز من دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية شوق محمد فالي برنامج الموريتانية من الداخل مدينة سيري بابي ومن ولاية قدماغان ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ولاية أدرار يعتبر مفترق طرق بمدينة أطار رمزا معماريا وثقافيا لساكنة هذه المدينة العرقة خصوصية هذا المفترق ورمزيته نتابعها في سياق التقريب التالي نقطة الواصل للشوارع الرئيسة لمدينة أطار المسمات محليا بيرون معلمة تراظية تفردت بطريقة بنائها وشكلها الهندسي يرافقنا محمد المحيمد للتعريف بتاريخ هذه البناية تعدالوا تعدالوا التنظيم السيركيلاسيون يدوروا ينظموها وخطان عنو يدوروا يدفع قابل زمن نصار الدشرة كانت الدشرة الأولى قرن القصب هذا أقول هذا كامل الإله طاري كامل عبر مراحل بناء نقطة الوصل للشوارع الرئيسة تجسدت حكايات وقصص متعلقة بهذا المكان إذو كان الناس هنا قديما يعتبرونها مكانا مناسبا لتبادل أطراف الحديث مساء إضافة إلى أنها كانت منطلقة الأنشطة والمسابقات كارفورلا هو بلد السيراتيجي كان بلد مهلا تجمع هلا دلالة حميس يقبضوا عنده الراحة ويجابروا عنده من يخلق الاجتماع للشباب يجوه يقعدوا عنده والعاد جاي رقاج طاري مولي يجبرمه ويلقي خطاب فيه هذه البناء التي تمثل عمق الدشرة وتمثل مولي تعطي نظرة زينة للدشرة من الدشرة عندها قيمة وبنائها مولي زين وتاريخية معلمة لا تقتصر على كونها مجرد رابطة بين الشوارع الرئيسة بل تمثل بعدا آخر للوجه الحضري لولاية أدرير عموما حجب سويدي الموريتانية من الداخل مدينة أطار بهذا العنصور مشاهدين الكرام نكون وإياكم وصلنا لنهاية حلقتنا هذه من برنامج الموريتانية من الداخل التي قدمناها لكم من مدينة كيفا عاصمة ولاية العصابة إلى لقاء جديد تقبلوا تحياتي محمد المصطفى النون وفرق العمل في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة